السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حكايتنا النهاردة باسكندرية عن اشهر منطقة باسكندرية المنطقة دي زمان كان اسمها حي البكوات منطقة البكوات والبشوات ومنطقة الفنانين المشهورين يلا نعرف قصة منطقة محرم بيه محرم بيه زمان كانت منطقة البكوات والبشوات ومنطقة اتولد فيها الفنانين رسامين واضباء فيها اتولد الكاتب الكبير توفي الحكيم والرسام ادهم وانلي ومحمد ناجي والفنانة ظهرة العلا وإليكم التفاصيل منطقة محرم بيه منطقة مشهورة بحي البشوات والبكوات ونجد ان بعد الاحتلال الانجليزي سنة 1882 منطقة محرم بيه اصبحت مركز لتجمع الجاليات الاجنبية في منطقة محرم بيه اتولد الكاتب الكبير والأديب توفي الحكيم وايضا الرسام ادهم وانلي ادهم وانلي وسيف وانلي العيلة اسمها غريب لان الاب من اصول تركية والأم من اصول ققازية وادهم وانلي كان له دور كبير ومهم فنجد في الفن التشكيلي والرسم ونجد ان وزارة الثقافة المصرية قبل بناء السد العالي طلبت من ادهم وانلي ان هو يرسم رسومات تفصيلية لمنطقة وقرى النوبة وده جهد كبير بس ادهم وانلي كان فنان ومبدع وقدر ان هو يوضح لنا برسوماته التفصيلية اشكال القرى النوبية قبل بناء السد العالي وايضا الفنانة ظهرت العولة الفنانة المصرية المخترمة المشهورة من موليد منطقة محرم بيه وايضا سيف وانلي اخو ادهم وانلي وسيف وانلي وادهم وانلي اتولدوا في اسرة غنية وكانوا يسكنون احد القصور الكبيرة في منطقة محرم بيه والاصر ده معروف بقصر عرفان ومن هنا جات تسمية منطقة عرفان كان فيه قصر كبير لاحد البشوات وكبار القوم اسمه عرفان باشا ومنطقة محرم بيه منطقة فيها المساجد وفيها الكنائس وفيها المعابد وعاش فيها اليهود والمسلمين والمسيحيين مع بعض ودي احلى حاجة في تركيبة المجتمع السكندري المجتمع السكندري الجميع يعيش مع بعض وبعض وينصهر خلطة جميلة كلها في حب مصر وحب الاسكندرية ففي محرم بيه نجد الكنائس كنيسة السيدة العضراء وهي من ابرز المعالم الاثرية تم افتتاحها سنة 1934 ميلادية وفيه مسجد اولاد الشيخ و في مطقة جيرين فمحرم بيه كان فيه بعض المعابد اليهودية ونجد ان الخواجة اليهودي مناشة له قصره المعروف في منطقة محرم بيه ومناشة قام بعمل مستشفى كبيرة وبقايا هذه المستشفى هي مستشفى الرمض طيب منطقة تحرم بيه منطقة تاريخية وحنركز معاكم على شارع حسن الاسكندراني وحنعرف مين هو حسن الاسكندراني حسن الاسكندراني من اصول شركسية اتولد حسن الاسكندراني سنة 1790 ميلادية في منطقة البحر الاسود ولما كان عمره عشر سنين وبالتحديد سنة 1800 ذهب ابو حسن الاسكندراني الى الحج وترك حسن الاسكندراني مع احدى العائلات الشركسية وهي عائلة السلح دار يبقى الاب حيسافر للحج وحيموت في الحج وحينشأ حسن الاسكندراني وعلى فكرة ما كانش اسمه حسن الاسكندراني كان اسمه زكريا بس بعد كده بقى معروف باسم والده اللي هو حسن الاسكندراني يموت الاب والابن حسن عنده عشر سنين وهو في رعاية اسرة شركسية اسرة السلح دار وهي اسرة قريبة من الحاكم محمد علي ونجد ان محمد علي يهتم حسن الاسكندراني ويقربه منه ولكن نجد ان حسن الاسكندراني كان بيحب العلم ومش عايز يكون يشتغل وظيفة بسيطة في القصر الحاكم تطلعته اكتر فنجد ان محمد علي بيهتم محمد علي باشا كان مهتم بقوة الجيش وان مصر يكون لها جيش قوي فكان بيرسل الجنود وبيرسل طلبة العلم للدراسة عشان يحصل على المهندس القوي ويحصل على قائد البحري القوي فلابد ان يكون افراد الشعب متعلمين عشان يكون الجيش قوي وفعلا يسافر حسن الاسكندراني الى فرنسا ويتعلم العلوم البحرية ويتخرج من الكلية البحرية في طولون سنة 1817 وبعدها يقوم بعمل رحلات علمية على السفن الفرنسية وزار البرازيل وبلاد النرويج والسويد ويعود من فرنسا ويلتحق بالأسطول المصري اللي هو البحرية قوات البحرية الأسطول يعني قوات البحرية واثبت الكفاءة والمهارة واصبح رئيس ترسانة الاسكندرية وبعد ذلك يتولى قيادة الأسطول ويصبح ناظر اي وزير للبحرية وحارب روسيا في حرب شهيرة اسمها حرب القرم وفي هذه الحرب كانت روسيا كانت فرنسا وانجلترا وتركيا انضموا إلى بعضهم البعض وحاربوا روسيا الكلام ده كان سنة 1853 وانتصر الأسطول المصري وال مع الأسطيل الأخرى على روسيا وبعد الانتصار المصري نجد كان هناك سفنتين كبار سفنتين دولا غرق كان فيهم حوالي 1920 بحار وكان منهم حسن الأسكندراني ونجد أن صحيفة لندن نيوز سنة 1854 بتقول لنا وقعت حوادث كثيرة في البحر وغرق سفن ولكن أفضع هذه الحوادث هي حادثة البارجتين المصريتين يعني السفن إحدى السفن الكبرى سفنتين كبار غرقوا كان من ضمنهم وكان فيهم حسن الأسكندراني ودي كانت حكاية حسن الأسكندراني اللي هو يعتبر وزير للقوات البحرية في عهد خلفاء محمد علي وقام بالانتصار على روسيا وهذا الانتصار على روسيا أدى إلى سنة 1856 يعني بعد وفاة حسن الأسكندراني في حادث الغرق اللي تكلمنا عليه أنه يبقى فيه موحدة صلح بين الدولة العثمانية والروسية والسلطان عبد المجيد يبعد إلى ولي مصر سعيد باشا ويشكره على بسالة الجنود المصريين ويعلمه بأنه سيكون هناك صلح بين روسيا وبين تركيا وهذا الصلح بين روسيا وتركيا أدى أن روسيا قدرتش تستخدم البحر السود لأغراضها العسكرية وتم منح كل من سربيا ورومانيا استقلال الذاتي تحت السيادة العثمانية وتنازلت روسيا عن بعض الأراضي وتنازلت روسيا عن بعض الأراضي في منطقة رومانيا ودي كانت حكاية محرم بي وأشهر الأحياء ونسينا نقول لكم أن محرم بي ده كان محافظ للجيزة ومحافظ للأسكندرية وكان من المقربين لمحمد علي وكان متزوج ابنة محمد علي الأميرة تفيدة وإلى اللقاء في لقات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر